اشتركوا في القناة لحماية نفسها فحسب بل لحماية المنطقة بأسرها التي تتجرع كل يوم من ويلات الإرهاب موجها سموه بأن يتم تكثيف التواصل مع العالم لبيان ما تتعرض له مملكة البحرين من خطر إرهابي جسيم لا يمكن تجاهله لأن خطره يتجاوز المحيط المحلي إلى الأقليمية وخلال الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين تعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب وأن ما تتخذه من إجراءات لسدئية ثغرة تفتح المجال أمام التدخلات الخارجية الهادفة لنشر الفوضى والإرهاب تأتي في سياق الإجراءات المتخذة في كافة الدول التي تتعرض للحد الأدنى مما تتعرض له البحرين فلا تقبل أي حكومة في العالم إرهاب شعبها أو تعريض سلامته للخطر كما لا يمكن السكوت عمن ارتهن بتبعيته السياسية والفكرية للخارج عند من لا يريد الخير للوطن مشددا سموه على أن أمن البحرين يأتي أولا وبعده تأتي الأمور الأخرى وإننا دولة قانون ومؤسسات ويجب أن تنطلق الجهات المختصة بالتواصل مع الأشقاء والأصدقاء على كافة المستويات ليعي الجميع بأننا نحارب أفعالا لا أشخاصا ونطبق قانونا لا أحد فوقه وسيادته على الجميع وهو مبدأ لا نحيد عنه كما لا تحيد عنه أي دولة تنشد الأمن والاستقرار لها وللعالم وعلى الرغم من جسامة التهديد والخطر الذي يتعرض له أمن الوطن إلا أن الحكومة حرصت أن تكون الإجراءات المتخذة في إطار الدستور والقانون وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن شعب البحرين بكل طوائفه قد أرهقه الإرهاب وأعمال الحرق وتعطيل مصالح المواطنين وتهديد أمنهم واستقرارهم ومن حق هذا الشعب على حكومته أن توفر له الأمن والأمان والطمأنينة وأن يكون آمنا على نفسه وممتلكاته وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اجتماع العمل استمرار الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمل وطن من الإرهاب وتقي المجتمع المتماسك خطر الفتنة والانقسام التي يحاول البعض بثها وخلال اجتماع سموه بنواب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير شؤون الإعلام وعدد من المسؤولين بالمملكة وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أهمية التحرك بوتيرة أسرع لوقف الداعمين للإرهاب والمحرضين على الخروج عن القانون والنظام ومن يحاولون تشويها الحقوق والديمقراطية المتطورة في مملكة البحرين تشويها الحقوق والديمقراطية المتطورة في مملكة البحرين